مساء الخير وأهلا بحضراتكم وحلقة جديدة وكل يوم النهاردة كان فيه اجتماع لمجلس الوزراء وصدر بيان عن مجلس الوزراء بيقول أن هناك لجنة قانونية وفنية مشكلة بمجلس الوزراء لدراسة عروض استثمار في مشروعات مهمة من المقرر أن تدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي مشيرا إلى أنه تمت الاستعانة بمكتب محاماء عالمي بهدف إعداد الصياغات النهائية بشأن اتفاقات وعقود هذه المشروعات نظرا لأن هناك تفاصيل مالية وقانونية وفنية كثيرة جدا وأشار البيان أنه عقب الانتهاء من المفاوضات مع المستثمرين سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل مؤكدا أن هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل وتشغيل الشركات المصرية وانتعاش قطاع الصناعة مضيفا أن هذه المشروعات الاستثمارية ستحقق نقلة نوعية ومزايا متعددة للدولة المصرية وأوضح مجلس الوزراء أنه هو فقط المنوض به الإعلان عن تفاصيل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى بعد الانتهاء من تفاصيلها ده الجانب الحكومي وهنرجع له بلومبرج قالت في خبر لها أن أبو ظبي حكومة أبو ظبي اللي هي أتقل يعني واحدة من اتنين أتقل اقتصاد في المنطقة كلها أبو ظبي والرياض عشان بس تبقوا عارفين الدنيا دي ماشي ازاي قال مصدر مسؤول لوكالة بلومبرج أن أبو ظبي تجري محادثات متقدمة لشراء وتطوير أرض رأس الحكمة المتميزة على الساحل الشمالي وهي صفقة محتملة بمليارات الدولارات من شأنها أن تعزز الاقتصاد المصري وذكر أشخاص مطلعون لبلومبرج بأن مشاركة إمارة أبو ظبي في المحادثات هي قائمة وأن الحكومة المصرية قد تحتفظ بملكية 20% من الأراضي الشاسعة البالغة مساحتها 180 مليون متر مربع وأن هذه النسبة ستشمل حصة لمجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري وبعض الجهات الحكومية والعهدة على وكالة بلومبرج يبقى حضرتك وإنت قاعد قدام التلفزيون دلوقتي عندك مصدرين المصدر الأول الحكومة المصرية والمصدر الثاني وكالة محترمة هي بلومبرج فبانت معلومات جديدة أنه مش هيكون بيع ممكن يكون شراك برضو دهايل جدا يعني ده بيديك تقدم في هذه المفاوضات لما يقول لك تم الاستعانة بمكتب محمد اعرف أن احنا في تفاصيل بقى يعني التفنيشة الأخيرة دايما الديل بيمشي كان تجاريا يمشي ازاي يعني ده بكام وامتى وازاي ده بيحددوه متخز القرار ومتخز القرار في الحتة دي دولتين الإمارات ومصر خلاص وضحت دولة وليس شركة الدولة لما تقرر شيء في بقى أزرع للدولة شركات القطاع الخاص اللي قريبة من الدولة شركات القطاع الخاص الكبيرة في كل الدول هنا بقى بنقدر نشاور لكل دول ونقول لهم تعالوا عندنا مقترح غالبا بيقبل لأنه بيبقى مقترح جيد جدا بالنسبة لدخول القطاع الخاص في هذه الشركات فإذن الإمارات مرة أخرى موجودة في استثمار كبير في مصر في منطقة رأس الحكمة وفق ما توارد إلينا من أنباء ووفق ما أيضا صدر عن مسؤول في الدولة وهو الأستاذ حسام هيبة رئيس تنفيذ الهيئة العامة للاستثمار لأن ده التصريح الوحيد الحقيقة اللي عندنا في الكيفية نحدد تقريبا أنه بيدور لأنه المزيع لما سأله أنا جبت الفيديو قال يعني بيدور حوالين لـ 22 مليار هو ستنطق في التصريح الحقيقة ما صرحش بجلاء يعني وأنه خلاص هو تحالف إماراتي اللي موجود بلومبرج بتقول في 20 في المصر أي مكان الأمر من غير أي بلبلة ومن غير أي نوع من أنواع أنك تؤثر على اللي بيتفاوض المصري لما يقول لك في مكتب محامة اعرف أن احنا بدأنا نبدأ في فكرة التفاصيل طب فين وإزاي وإمتى ودي معقدة جدا يعني دي معقدة جدا وغالبا بتوقف وترجع وتوقف وترجع فيعني خلونا كده في مرحلة هدوء إلى أن تنتهي هذه الصفقة المحترمة جدا جدا وفي كل المعاني دخلت تشارك ما دخلتش تشارك أنت كذبان مجرد حدوث التنمية العمرانية أنت كذبان المستثمر بقى كذبان وكذبان وكذبان وأخذ حاجة يعني هيعرف يعمل فيها كل اللي هو عايزه ترجمة نانسي قنقر